طيب هو عايز سألك على هجوم منتخم مصر احنا ده بنا نتحدث عن أمور الدفاعية وأن نتكلم على خط الوسط هل محتاج تشوف أحمد عاطف في مبارد المنتخب الأسفوبي ولا تحب تكمل لمصطفى محمد أو تسلسي زيزو مرموش مسا ومعام تلزيجي لو لا بص هو آخر هامي صراحة مين المهاجم رقم 9 ما بين مصطفى محمد وما بين أحمد عاطف يعني هما الاتنين بيقدموا نفس الأدوار أنا هامي الأساسي أن حد منهم هو ليل عبد مش عمر مرموش لأن اختيار عمر مرموش في التشكيل الأساسي منتخب مصر في المباراة اللي فاتت ما كانش موفق بنسبة كبيرة في مركز رقم 9 في مركز رقم 9 بالضبط هو كنت بفضل أن هو يلعب في المكان بتاعه الطبيعي جدا هو يمكن كابتن إيهاب جلال كان بيجرب فكرة نزيزو مايلعبش في الجنب اليمين فكان لقى لي دور في الجنب الشمال ولعب عمر مرموش أنا مش شايف حاجة تانية ممكن يكون اختيار عمر مرموش في التشكيل الأساسي كرقم 9 بسببها يعني فأنا ما بين مصطفى محمد وأحمد عاطف أنا بفضل مصطفى محمد طبعا مصطفى فهي أحرز هدف في الدقاء الأخيرة وكان نازل كبديل فمش منطقي أن مهاجم الأساسي بتاع منتخب مصر أنه هو يقعد بديل في المباراتين بالمستوى ده في المرحلة التانية أنا بفضل لنشوف أحمد عاطف بس ما توقعش قوي أنه هو هيضيف جديد عن المصطفى محمد بيقدمه مش فرق كواليتي أو حاجة اللي اتنين لعيبة كبار جدا بس هي نفس الفكرة بطريقة اللعب أنا اللي ما بفهموش من وقت كيروش واللي شفته في المبارات المبارات الأولى قدام غينيا هي فكرة أن كل مرة مصطفى محمد بينزل فيها بيكون زيزو بيطلع وكل مرة زيزو بيطلع فيها مصطفى محمد هو اللي بينزل أتمنى شوف اللي اتنين مع بعض لكن في خطة 4-2-3-1 ليس في خطة 4-2